مع ضيفي من موسكو الأكاديمي والباحثة السياسية الدكتور محمود الأفندي دكتور محمود أهلا بك كيف ستتعامل الدول الأوروبية مع هذه الدعوة الآن الجلوس على طاولة الحوار الرئيسان والمستشار الألماني والرئيس الفرنسي مع بوتين وجها إلى وجه في حال بدأت المفاوضات أو الحوار بينهما معروف موقف موسكو لكن هل نتوقع مقاربة أوروبية جديدة هذه المرة أي سعد أخواتي صديقي والأخوات المشاهدين هناك بارق أمل أن الفرنسيين والألمان بعد خزلهم وخروجهم عن اتفاقية مينسك وهي كانت السبب الرئيسي في الحرب يمكن أن بعد بداء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ونجاحها أنا أعتقد أنها ناجحة في الكامل أنها خطة سرية ولا أعلم كيف الروس سيسلطرون على أوكرانيا وعلى أي طريقة يمكن أنهم يعلموا جيدا أن الجهة العملية العسكرية يؤدى إلى انهيار الدولة الأوكرانية كدولة فيمكن أن يعودوا إلى إقناع الرئيس الأوكراني الذي ورطوه في الحرب يعني فعليا مر ورط رئيس الأوكراني في الحرب ورطوا الغرب وخصوصا بعد دعم الهائل ميلاد المتحدة الأمريكية عن طريق ألفاء الأوروبيين بالأسلحة والوعود إن كان دخوله في الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو فالآن يمكن أن يصبح الألماني والفرنسي بعد الأزمة السياسية التي حصلت خصوصا في أوكرانيا كوجود دولة أوكرانية وعدم وجود لأننا نتكلم عن استسلام أوكرانيا أو نوعا ما أن يسحب الجيش الروسي من أوكرانيا أو يعترف بالقرم أو يعترف بالدنباس أو لوغانسك الآن السؤال المفاوضات تجريحة أن توجد دولة أوكرانية أو لا توجد هل ستقسم أم لا؟ فهناك نوعا ما أوروبا ترى الآن أنه يمكن أن يتفاهم مع الرئيس بودن على وجود الدولة الأوكرانية يعني على حفاظ على السيادة الدولة الأوكرانية كدولة محايدة كما حصل في السابق باليابان حصلت هيك محادثات لكن يبدو من تصريحات الرئيس الأوكراني على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية أنه لا ينوي الانصياع لأي من مطالب موسكو منها حتى تغييره شخصيا أو تقسيم البلاد يعني كل ذلك يرفضه تماما يتحدث عن عدم الاستسلام صديقي دعنا نكون صريحين جدا ونرى الأمور واقعيا الرئيس الأوكراني هو دمية بيد الأمريكان يقول له يعني يقول له ماذا يقول له هو ينفذ فهو في حالة يعني مثل ما قالوا بعض الرؤساء الأوروبيين أيضا ومن أحدهم رئيس وزراء هنجاريا قادوا في حالة غير طبيعية كإنسان أو كسياسي ونعلم جيدا أن الرئيس زيلينسكي اللي يتمتع بالسيادة نعرف جيدا أنه كان ممثل كوميدي وهو طالنت في الممثل كوميدي كممثل يعني ولكن أن يقول سياسي أو دولة أدى فيها إلى انهيار هذه الدولة لا يعتمد عليه في النهاية فالكلمة الآن للإتحاد للدول الأساسية الضامنة لاتفاقية مينسكي اللي هن الألمانيا على فكرة وفرنسا كانوا ضامنين واللي خرجوا على هذه الاتفاقية الآن يمكن أن يقحموا يقنعوا الرئيس زيلينسكي أن يتخلى عن صيغة ويبدأ بالحوار كوجود دولة هذا من المتوقع ولكن أن نقول يتخلى عن صيغة ماذا دكتور محمود؟ لم أفهم بهذا القرار أو قابل يتخلى عن صيغة العداء والاستسلام المطلوب الآن هو استسلام وحياة أوكرانيا يعني المحافظة على حكومة محافظة على الشعب الأوكراني يعني هذا أهم شيء الآن لكن السؤال الآن دكتور محمود وفي نفس الإطار دعني أقاطعك هنا هل تغير الموقف الأوروبي خلال على الأقل الأسبوع الماضي خلال الحوار الذي جرى في فرساي كان الحديث عن يعني البحث عن السيادة الأوروبية الموقف الأوروبي يبدو أنهم يريدون أن يتخذوا موقفا يحفظ لهم مصالحهم بعيدا عن موقف واشنطن ربما البعيدة ربما والتي لن تتأدى من الناحية الأمنية والاقتصادية بشكل كبير مثل أوروبا هل نحن أمام موقف مغاير عن من يقود الغرب واشنطن طبعا لأنه كل الكلام الذي ظهر بالسابق أن الغرب متوحد وأمريكان متغرب وتوحد هذا كلام يرضي بس فقط المتحدة الأمريكية ولكن فعليا انقسامات واضحة يعني هناك بعض الدول لما كان في مقارنة معينة لما فرضت أمريكا أن يحضر النفط والغاز الروسي عن الأوروبا في أربع دول هدت بانسحاب الاتحاد الأوروبي ومنها ألمانيا ورومانيا وبولغاريا وكذلك أعتقد إذا ما خفظني هي المجر فكان هون النوع ما أنه ما في صيغة أوروبية مشتركة للتعامل مع روسيا وليس هناك بديل يعني حتى بديل الطاقة يعني نقوله مضحك أن يكون بديل الطاقة أن يوفر الشعب الأوروبي الطاقة يعني العقوبات اللي أدت على روسيا صحيح أثرت الاقتصاد الروسي نوعا ما ولكن أثرت على الأوروبيين الغلاب الأسعار يتجاوز 70% الآن فأوروبا تريد الآن أن ترصيغة معينة مع لما يسمى أرضاء يعني لخفض التصعيد في هذه المنطقة يمكن أن تعفي الأوروبا من التزاماتها واضح دكتور محمود دعني أشرك ضيتي من باريس الذي ينضم إلينا هذه النقاط مهمة التي أثرتها الأستاذ هلال عبيدي الكاتب والبحث السياسي ينضم إلينا يعني إذن الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني يلتقون ببوتين إن تم هذا الحوار يتحدث ضيفي من موسكو الدكتور محمود عن صيغة جديدة يمكن أن تقدم لاحظنا بالأمس ربما يعني إشارة من الرئيس إيمانويل ماكرون من فرساي يتحدث عن ضرورة أن يكون لأوروبا موقف يحفظ مصالحها موقف يضمن سيادتها ربما هنا الحديث عن موقف لا يتماهى بشكل كبير مع الموقف الأمريكي ما الذي يمكن أن يقدمه المستشار الألماني والرئيس الفرنسي لبوتين على طاولة الحوار نعم شكرا لك ولضيفك الكريم والمشاهدين بصراحة يعني اليوم هذه العملية العسكرية كان الهدف منها إظهار القوة الروسية على الأرض ولكن ما نشاهده هو عكس ذلك تماما لنبدأ من الأرض ومن حصار كييف ومن حصار بقية المدن حتى الآن ونحن دخلنا اليوم الثاني من الأسبوع الثالث في هذه العمليات ولم نشاهد مدينة واحدة دخلها الجيش الروسي وسيطر عليها كان هناك سوء تقدير من قبل القيادة الروسية بأولا يعني قوة ومقاومة الروح القتالية للأوكرانيين ثانيا الدعم الأوروبي لأوكرانيا ثالثا التعاطف الدولي ورابعا ضراوة العقوبات التي شددت على روسيا كل هذا جعلنا لا ندرك ولا نستطيع أن نتنبأ بموقف القيادة الروسية القيادة الروسية اليوم كانت لديها أهداف محددة لم تتمكن منها على الأرض مما ترك كل الاحتمالات مفتوحة هل ستستمر هذه الحرب هل ستطول الموقف الأوروبي موقف ثابت منذ البداية أولا دعم أوكرانيا ثانيا ابقاء باب الحوار مفتوح ثالثا تجديد العقوبات الاقتصادية على روسيا وجعل من يدفع الثمن هذه الحرب لها فاتورة وفاتورة ضخمة وهناك من سيدفع ثمن هذه الحرب هناك أيضا القوانين الدولية التي اخترقت في العلاقات الدولية أوكرانيا دولة ذات سيادة لا يمكننا أن ننسى أن هذه القوانين وهذه الاتفاقيات يعني صحيح أنك تستطيع أن تخترق اتفاقية مينيسك وتستعيد بعض الأراضي في إقليم الدومباس ولكن ماذا عن كييف ماذا عن بقية الأراضي في أوكرانيا أوكرانيا بلد كبير ولا يمكن أن نسيطر عليه ما نشاهده اليوم هو تخبط كامل للقوات الروسية في أوكرانيا وعلى الصعيد السياسي أيضا وعلى الصعيد الدبلوماسي لا توجد حلول مطروحة الحلول نعود إلى نقطة الأصل أما أن نعود إلى صيغة النورماندي التي كانت موجودة قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا أستاذ هلال في هذه الأثناء أيضا الرئيس الأوكراني زيلنسكي يتحدث عن ضرورة إسراع عملية فرض العقوبات وأيضا أن تكون هذه العقوبات حادة على الاقتصاد الروسي لماذا تبدو كل الخطوات غير مرضية للرئيس الأوكراني حتى الآن هل سوء تقدير منه أم أنها بالفعل لا توازي حجم الجموح الروسية صح التعبير بالأكس العقوبات حتى لو كانت هناك بعض الأضرار بالتأكيد الجانبية على الشركات الأوروبية ولكن العقوبات تأخذ مسارها الصحيح لكن عندما نتحدث عن الرئيس زيلنسكي لنضع أنفسنا مكان الرئيس زيلنسكي وهو يرى مدنه محاصرة وهناك دعم يأتيه صحيح أنه هناك دعم ولكن إلى متى سيطول هذا الدعم وإلى متى ستطول هذه الحرب الرئيس زيلنسكي يعني لو كانت نعود ونقول أوكرانيا ليست بلدا عضو في الناتو لذلك لم يكن حلف الناتو لديه قوة لا يريد حلف الناتو الدخول في صراع مباشر مع روسيا لأنها ستكون حرب عالمية ثالثة وهذا مصرح به الرئيس جو بايدن مساء أمس قال لا يمكننا الدخول في مواجهة مع روسيا لا نريد حربا عالمية ثالثة ليس في هذا الوقت يعني ليس محل النقاش في هذا الموضوع على الأقل لذلك أنا أعتقد أن الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية وهذا التعاطف الدولي لأنه لا يمكننا السكوت كمجتمع دولي حول جرائم وحول حرب تحصل على دولة ذات سيادة عضوا في مجلس الأمن في الأمم المتحدة وعضوا أيضا في كل يعني دولة ذات سيادة وروسيا يعني تعترب بهذه كدولة ذات سيادة لو كانت التدخلات العسكرية والعملية العسكرية التي كما يطلق عليها الروس هي يعني يعني محددة بإقليم الدونباس يعني كان المجتمع الدولي قد فهم بعضا من القضية ولكن الدخول ومحاولة السيطرة على كل أراضي أوكرانيا ومحاصرة كييف وهذه الحرب المفتوحة التي لا يمكن تصور سيناريوهات لها بسبب تخبط الجيش الروسي ونحن جميعا رأينا أرتال الدبابات وهي تضرب بالصواريخ المضادة للدروع وللعلم سيد العزيز ومن خبرة أكلمك من خبرة عن المعارك في المدن وآخر لنأخذ المثال القريب علينا تاريخيا على الأقل في بغداد عندما دخل الجيش الأمريكي إلى بغداد قد خسر من الجنود أكثر فيما بعد عندما احتل المدينة أكثر خسر أكثر مما أثناء الاحتلال وأثناء الدخول إلى المدينة بقاء الجيش في المدن سيخسر الجيش الروسي العديد من الأرواح والعديد من الآليات والمعدات أنتقل بالسؤال إليك دكتور محمود تحدث الأستاذ هلال قال لماذا تدخل موسكو على طاولة حوار ويدها إن صح التعبير هي العليا هي تخسر عسكريا سياسيا اقتصاديا تخترق القوانين الدولية لم تسيطر حتى الآن على أي مدينة في الداخل الأوكراني فعلى ماذا تراهن موسكو بأنها ستكون الرابح الأكبر لماذا لا تكون أكبر الخاسرين من هذه الخطوة العسكرية طبعا يعني أنا أستغرب من الضيفك الكريم من باريس لما تكن لماذا الكلام لأنه لا يعلم ما الخطة العسكرية الروسية ما هي الخطة العسكرية الروسية واضحة كانت حماية الدنباسك إلى حدودة تاريخية واللوغانسك الآن الدنباسك واللوغانسك كلها رجعت تاريخيا لقد اكتملت يعني عملية عسكرية تقريبا تسعين بالمئة تمت لمقغرة مدينة ماريوبل بالنسبة المدن الروس ليس لهم التكتيك العسكري للحصار أو الدخول للمدن فهي تتعامل عن طريق الحصار للوصول إلى اجتزاز النازية يحد أهدافها النازيين الموجودين داخل المدن التي يعملون دروع بشرية السكان ويقضون عليها وبذلك تتأمل مدن يعني صار 15 مدينة تأمنت في الدباس واللوغانسك وطيفك الكلمة ميراهم عدهم أشهر مدينة هي هرسون هرسون الآن الحياة فيها عادية المطاعم مفتوحة المقاهي مفتوحة كله موجود هي أكبر كان مدينة معادية لروسيا مليتوبل مدن كبيرة جدا الآن تحت يد الحكومة حكومة اللوغانسك ودونيسك هاي الخطة الأولة العسكرية تاني شيء حصار مدينة كييف هي لنزع السلاح يعني عشان أعطيك بس عدة إنسان أم بحث تمركز القوات الروسية حول كييف للوصول إلى القواعد العسكرية الموجودة في مطار العسكرية الموجودة في إيفانان فرانكوس فقصف المطار العسكري لهم وتدمر بشكل نهائي يعني 3400 هدف عسكري دمر الأخ الصديق كمان من باريس يعتبر أن أوكرانا هي العراق صديقي لما دخلت روسيا المعركة لم تقل أنها دخلت إلى نصها على شبيل المثال عراق لا تملك أي منظومة دفاع جوي كانت وجيشها منهار بعد حرب الكويت أوكرانيا تملك 800 ألف مقاتل بالإضافة إلى النازلين الجدد اثنين تملك 250 منظومة دفاع جوي تملك حوالي 250 طيارة تملك سلاح حتى تملك تحييد المفاعلات النووية هناك معمل يلوشماش معمل الصواريخ البلاسترية بلستيني يمكن بسهولة أن يعمل من جديد لأن هناك دولة عدوة لروسيا الآن ناتو تحرضها عليها فالروسيا أدو تقريبا كل أهداف لكن دكتور محمود ليست نزهة لكن هل هي قريبة من الحسم كما يراهن بوتين باختصار طبعا طبعا صديقي باختصار إن 3400 هدف عسكري دمر الآن بقي حوالي 200-250 هدف سيدمر في الأمريقا فكيف ستدفع أوكرانيا عن نفسها من أين ستأتي بالإمدادات كيف كلها محاصرة هل على طريق الفضاء صديقي يعني دعنا نجد الأوروبيين يعلمون هذا الشيء ولكن الدعاية الأمريكية من الطرف واحد تقول هذا الشيء بالحرب الإعلامية الموجهة لدعم الرئيس الأوكراني ولكن الرئيس الأوكراني يعلم جيدا ما يحصل والجيش الأوكراني يعلم يحصل يعني الجيش الأوكراني فقد كل قدوة الإمداد تقريبا فعلى هذا أقوم هذه المعلومات يعني اللي يفكر أنه الكوكرانيا هي العراق وفورستان فأرجو أن لا يفعل طيب دعنا نستمع إلى رئيس كوكرانيا الثاني في هذا الصدد حتى يعني نكون بالمناصفة في هذا الوقت للنقاش سيد هلال أستمع إلى ردك تفضل تفضل شكرا شكرا لتاحت الفرصة للرد يعني بصراحة أنا ذكرت بغداد ذكرت حرب المدن وذكرت أنه الجيش الأمريكي عندما دخل في بغداد في المدن خسر أكثر مما يعني خسر فيما بعد في المقاومة وكانت هذه المقاومة لا تدعمها أحد لم تكن هذه المقاومة مدعومة من قبل أي طرف كان هناك تحالف دولي وتركت المقاومة العراقية تستخدم أسلحة قديمة من مخلفات الجيش العراقي وإمكانيات ذاتية بسيطة لذلك الشعوب عندما تقاوم عندما تقاوم الشعوب لديها الطاقات والإمكانيات حتى لو كانت محاصرة وحتى لو كانت دون وجود قوة أجارة أو قوة حليفة خلفها يعني اليوم الأوكرانيين خلفهم تقف أغلب دول الاتحاد الأوروبي هناك تعاطف دولي لا يمكننا نسيان هذا الموضوع هناك أيضا رأي عام هناك المدعي العام للجنائية الدولية الذي سيفتح ملفات لمحاكمة عسكريا لا يوجد أي من هؤلاء الحلفاء على الأرض الأوكرانية وموسكو ربما وإن كانت تحرك بطيئا لكن قد يكون حاسم لو تم حسم المعركة معركة كييف قريبا كيف سينعكس ذلك على مستوى الدبلوماسي سيد هلال ما موقف الأوروبيين حينها ما خياراتهم يعني الأوروبيين دائما قالوا أن باب الحوار مفتوح خصوصا أن هناك مكالمات يومية بين الرئيس إيمانويل ماكرون ومن طرف المستشار الألماني أولاف شولز وأيضا الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين لذلك الباب الدبلوماسي مفتوح ولكن حسم قضية كييف لا أعتقد أنه سيأتي بالسهولة التي تصورها الضيف أو تتصورها القيادة الروسية هناك مسألة أن القيادة الروسية والجيش الروسي تخبط في أوكرانيا صحيح أن أوكرانيا ليست العراق تتخبط لأنها لم تحقق أي هدف وأنا هنا أحط أي هدف تحتها خطين لم تحقق القيادة الروسية أي هدف صحيح أنها استولت على أقليم الدومباس صحيح أنها أخذت بعض الأراضي وفرضت سيطرتها ولكن هناك مقاومة شعبية وهذه المقاومة تظهر في كل أرض محتلة وفي كل بلد يأتيه غزو من الخارج وهنا أنتقل إلى بهذه النقطة المهمة إليك دكتور محمود المقاومة ستأتي المقاومة واضحة وكل المتابعين يرون أن المسألة لم تكن كما كان يتوقع الجيش الروسي ماذا لو طال أمد هذه المواجهة خسائر الروسية ستكون كبيرة على مستوى المادي لهذه العملية العسكرية الخيارات ستكون مغايرة حينها متى سيتغير الموقف الروسي لو طال أمد هذه الحرب ما مدى نفس يعني موسكو للخسائر المادية جراء العملية العسكرية دكتور محمود شوف صديقي المقاومة العسكرية بس موجودة على الشاشات التلفزيون وليست موجودة على الحقيقة على الأرض ماشي طبيعي بس عضيك عدة أمثلة يعني من أين أتى أن أمد مكيف ستدخل القوات الروسية لم تعلن ومن قال أن الرئيس بوتين فكر أنه سيأخذ مكيف بعد ثلاث أيام يعني هذا الكلام فقط للإعلام فقط الذي أطلقوا الأمريكان أعود أقول مرة أخرى ليس أن هناك مقاومة المقاومة الشعبية كما قال هو يفرق بين أمريكا والعراء وروسيا وأوكرانيا أول شيء يعرف ماذا لوطال أمد المواجهة وهذا محتمل أيضا في ظل الدعم الأوروبي الاقتصادي أيضا عقوبات يمكن أن تطول أمد المواجهات في الداخل لا أحد يمكن التكهن بما سيجري عسكريا طبعا صديقي يمكن أن تطول ولكن لما تدمر أنت البنية العسكرية نحن في حرب حديثة وليس حرب شوارع وليس حرب خردوات مثل ما كانت في عدة دول اللي كانت في بالعراق ومغرستان هناك حرب حديثة بالصواريخ الحديثة كل هذا يعطي أن تدمير البنية العسكرية التحتية وقطع وقطع المجال التنميل العسكري هذا يؤدي إلى نزام الدولة العسكرية يعني الآن كما يقول المقامة الشعبية أين المقامة الشعبية ستكون في المدن روسيا لن تدخل مدينة كيف ولا مصرح أي مسؤول مدينة كيف الآن وجود الدولة الأوكرانية عطى وقفة وضات طريق أن تفاوض على كيف ستحاصلها وتفاوض وتبدأ بنزع كل الفاشية الموجودة عشان بس أوضع لأخوة المشاهدين انقلاب المقامة الشعبية انقلاب عام 2014 قلب على الرئيس نيكوفيش بمساعدة الوهات المتحدة الأمريكية انقلاب على الرئيس نيكوفيش الذي يمنح كان 70% من المنتخبين هذه 70% موجودين في أوكرانيا ولكن سيطرت غرب أوكرانيا على أوكرانيا أدت إلى حاليا المأساة فنكن وضعين ليس المواطنين يقاتلوا الذين يرون على الشاشات هم غربيون أوكرانيون من جماعة آزوف وأخواتها على فكرة جماعة آزوف الذي يقول عنها مقامة شعبية الكونغرس الأمريكي يعترف فيها كقوة إرهابية ونازية باكتوبر عام 2019 فأمريكا تستخدم دائما حتى استخدمت القاعدة في أفغرستان يعني لحول أقولك أهل مكة أدرى بشعبها الأكراني الشعب لن يقاوم هذا الكلام يطلق على مصال الإعلام فقط الشعب الأكراني يستحيل وهنا أنتقل بالسؤال الأخير إليك أستاذ هلال في هذه الأثناء والسؤال الأخير زينسكي يقول نسعى مع المفوضية الأوروبية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وكرر نفس الطلب الذي أعلن أن الاتحاد الأوروبي رفضه أو الدول الأوروبية إلى أي درجة يعني الرئيس الأكراني بات فعلا بعيدا عن الواقع كيف تفسر الأمر في آخر إجابة دقيقة ونس إذا سمحت شكرا لم يرفض الاتحاد الأوروبي طلب أوكرانيا بل بقى طلب مفتوحا يعني هناك إجراءات تتخذ وطلب أوكرانيا سينظر فيه وهناك إجراء يعني أبقى الطلب مفتوحا لم يرفض لكنهم قالوا لا يمكن انضمام بلد في حالة حرب قبل أمس لا يمكن الآن بالضبط لا يمكن أن البلد في حالة حرب وتحت احتلال لذلك أعتقد أن هذه الرغبة الأوروبية في انضمام أوكرانيا هي ورقة قوية بيد الرئيس زيلينسكي يستخدمها في المفاوضات مع القيادة الروسية في حالة حدوث المفاوضات أن الاتحاد الأوروبي يفتح ذرائي وهو موجود للترحيب في حالة انتهت هذه الحرب نعم شكرا أشكرك أستاذ هلال عبيدي الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من باريس والشكر للدكتور محمود لفندي الأكاديمي والبحث السياسي من موسكو شكرا جزيلا لكما موسيقى ترجمة نانسي قنقر